والدرجة في هذه الأخباطة لديكم المثال بسيط مثل الشعر ضيالي تنفخ ما معنى شعري تنفخ وما معنى شرارة تنتفخ طبعا حيث إذا أريد أن تفهم بمرجعية عربية أرى غالي يحسبك من الشعر يعني انتفخ في حين الشعر تنفخ يعني تبلل وجعل الأول عجرة انتفخت يعني فعلا انتفخت وانتفخ ولكن تنفخ كان قصد به بالدرجة تبلل يعني الدرجة ستتهمك إذا لم تردت البل أرى نفس الشيء الذي يوقع لكم هنا الذي ركا خلط أرى بالدرجة يليك توهمك هذا نقول له الفاس بالدرجة فقط أما بالعربية نفخ الحركة تسمى معول انتقلوا الآن بالمصطلحات هذه الأمازيغية أشاقور أشاقور نقول أيضا أشاقور هذا طبعا دائما نحسر سياق الجملة الجمع إشاقور أو نقول إشوقار إشوقار هذه الكلمة أشاقور سمو نحسر نحسر بالمصطلح نحسر نحسر أشاقور هذه الأمازيغية إشاقور نحسر إشاقور إشاقور سمو إشاقور نحسر إشاقور إشاقور نحسر نحسر إشاقور إشاقور مصطلح آخر هذه الأمازيغية نقول أيلزيم نقول أيضا أيلزيم أيلزيم الجمع إيلزام إيلزام هذه الكلمة أيلزيم سمو 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 نحسر أيلزيم هذه الجمع نحسر نحسر هكذا إيلزام 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 سمو 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 إيلزام سمو إيلزام 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 كان هناك مصطلح ثاني نستعمله طبعا هذا خاص بالنطق في المغرب الشماء الإفريقية فكل سيقول أيلزيم أجلزيم أجلزيم طبعا هنا في برصت الأي نقول أج أجلزيم نقول أيضا أجلزيم أجلزيم والجمع إيلزام إيلزام الكلمة هذه ننتقى هكذا أجلزيم طبعا الكاف ثلاث نقطة أجلزيم سمو أجلزيم 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 الجمع إيلزام ننتقى هكذا إيلزام إيلزام دائما الكاف ثلاث نقطة إيلزام سمو البلوريال نحن 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 سلام عليكم